بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان الطلبة درسنا في الوحدة السابقة تطبيق الأول من تطبيقات تكامل محدد في حساب المساحة سنحاول أن نحل تمارين على هذا التطبيق المثال الأول يقول أوجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنيين ويتسوي X تربيع ويتسوي إلى جزر X من الواضح أنه لم يعطينا هنا A والB أن الخطوة الأولى من خطوات الإرشاد هي عبارة عن رسم المنطقة أن ويتسوي جزر X هي من الدوال الشهيرة وخط البيان بهذا الشكل وأخذناه في المية واحد غير وويتسوي X تربيع أيضا من الدوال الشهيرة وخط البيان من هذا الشكل ويتسوي إلى X تربيع واضح أن المنطقة المراد هي هذه المنطقة المحصولة بين المنحنيين Rx فالمطلوب حساب مساحة هذه المنطقة من الواضح أن الأي مكهن أو الأي مرشح لأن يكون هو الصفر والB مرشح لأن يكون هذا العدد لو كان رسمي تقيق لحصلت على الB إذن لم يعطينا الأي والB قلت في مثل هذه الحال لأن الحال معادلتين X تربيع تسوي إلى جزر X نربع الطرفين فنحصل على X4 يسوي إلى X ننقل إلى الطرف واحد X4 نائس X يسوي الصفر نخرج إلى X عام المشترك فنحصل على X تتعيد نائس واحد يسوي الصفر وإما X تربيع زائد X زائد واحد يسوي الصفر من هنا X تسوي الواحد هذه لو حسبنا المميز لألا نرى أن المميز سالب إذا مستحيلة الحال إذن الأي طلعت معي هي الصفر والB هي الواحد إذن الأي هي صفر والB هي الواحد الآن نرسم مستطيل عرض المستطيل معروف هو DX أما حتى نعرف طوله فنرسم محور يوازي وله نفس اتجاه محور OY فإن طول هذا المستطيل سيكون هذه المسافة منحن الخروج الخروج يتم من الجزر X نائس منحن الدخول الدخول يتم من X تربيع إذن هذا عرض المستطيل أما طوله فهو DX إذن هذا هو مساحة المستطيل الآن نأخذ هذه المساحة ونكاملها من A إلى B فنحصل على هذا الشكل إذن المساحة هي التكامل من A إلى B لجزر X نائس X تربيع الآن بإعادة كتاب الجزر X يكتب على X أس نص نائس X تربيع هذه على قاعدة القوة X أس نص زائد 1 1.5 تأس 1.5 نائس X تقعيب على 3 نعوض بال1-2 فنحصل على 3 وحدة مساحة إذن الجواب لازم أن يكون بوحدة المساحة لأنه هم بحسب قيمة مساحة فإذا كنت عم بقيس بالسنتيمتر وحدة المساحة تكون سنتيمتر مربع إذا عم بقيس بالمتر تكون وحدة المساحة متر مربع وهكذا ننتقل إلى مثال آخر أوجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنية ويساوي 6 نائس X تربيع ويساوي 3 نائس 2 X أول خطوة أنه نرسم المنطقة نرسم والرسم ليس من الضروري أن يكون دقيق أول شيء 6 نائس X تربيع من أولي 1 2 3 4 5 6 6 نائس X تربيع وهذا المنحن إذا هذا Y تساوي 6 نائس X تربيع الآن المنحن الثاني هو معدد مستقيم لرسم المستقيم يكفي تحديد نقطة نقول مثلا X يساوي 0 وX يساوي 1 لما X يساوي 0 يصير معي ال-Y هي 3 ولما X يساوي 1 3 راح 2 ال-Y هي 1 إذا النقطة الأولى 0 3 إذا هذه هي النقطة الأولى والنقطة الثانية 1 إذا هذه هي النقطة الثانية نوصل بين هاتين النقطتين فنحصل على المستقيم هذا هو المستقيم Y تساوي 3 نائس 2 X من الواضح أن المنطقة RX المحصورة بين المنحنين هي هذه ومن الواضح أنه لم يعطينا A ولم يعطينا B لو كان رسمي دقيق لكان A هو هذا ولو رسمي دقيق لكانت B هي هذه إذا لم يعطيناه قلنا نضع المعادلة ولا تساوي إلى المعادلة الثانية إذن 6 نائس X تربيع يساوي 3 نائس 2X ننقل باتجاه واحد فإنني أحصل على X تربيع نائس 2X نائس 3 يساوي 0 هذا يؤدي إما الأول إما X نائس 3 يساوي 0 الآن نحسب طول المستطيل الآن نحسب طول المستطيل الطول أن لحسابه نرسم محور يوازي وله نفس اتجاه المحور OY يدخل ويخرج واضح أنه الدخول من هذه النقطة والخروج إذا منحن الخروج هو 6 نائس X تربيع منحن الدخول هو عبارة عن 3 نائس 2X إذا هذا هو طول المستطيل أما عرضه هو DX إذا هذه مساحة المستطيل الآن نأخذ هذه المساحة ونكاملها من A إلى B فنحصل على التكامل من A إلى B لهذه المساحة وبالتالي نحصل على التعويض على هذا القيمة هذه وحدة مساحة لنفس السبب السابق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته